قبل أيام أثر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف غضب الأوساط اللبنانية حين صرح بأن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إذا اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب نقاط التصريح تدخل فاضح في شؤون لبنان ومحاولة إيرانية لفرض وصاية مرفوضة وعلى الرغم من النفي الإيراني لاحقا لهذه التصريحات لكن الامتعاض اللبناني لم ينتهي خاصة أن الأمر للأمر خلفيات عدة لا تقف عند هذا التصريح واليوم يعود رئيس البرلمان الإيراني ليثير الجدل بتصريحات جديدة اعتبر فيها أن الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادته ومسؤوله هي إيران وقائدها وشعبها وأضف قالباف أن ما وصفها بالهزائم الاستراتيجية لإسرائيل في الميدان جعلت وضعها صعبا للغاية حسب تعبيره وستدعت وزارة الخارجية اللبنانية الجمعة الماضية القائم بأعمال سفارة طهران في بيروت بعد تصريحات قالباف بشان التفاوض لوقف إطلاق النار للمزيد أرحب بي ضيوفي معنا من بيروت الكاتب والبحث السياسي مكرم رباح ومن طهران الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور محمد مهدي شريعة مدار ومن واشنطن الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور سمير التقي مرحبا بكم ضيوفي جميعا دعني أبدأ معك الدكتور محمد مهدي شريعة مدار من طهران هناك غضب واسع واستياء داخل لبنان من تصريحات قالباف الجديدة التي قال فيها إن الركيزة الأساسية للشعب اللبناني هي إيران وقائدها ومرشدها لماذا تصر السؤال المطروح من قبل اللبنانيين؟ ماذا تصر طهران على ممارسة دور الوصاية على بلد دوسيادا؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لست أدري أين ومن هم اللبنانيون الذين طرحوا هذا السؤال من دون شك هناك بعض اللبنانيين الذين قد يطرحون مثل هذه الأسئلة هناك أيضا جزء آخر لا يعني لا يمضي وراء هذه البروباغندا الإعلامية أولا بالنسبة للتصريح السابق تم تكذيب هذا التصريح وأطرف اللبناني قبل بذلك وانتهى الأمر وما زال بعض الإعلام يطرحه على الرغم من أنه لم يكن كما نشر في الإعلام اليوم هو لم يكن يعني هناك مشكلة يبدو أنه إما في الترزم أو في النية لأن يعطى انطباع سيء عن هذه الأقوال السيد قالي باف قال إن إيران تدعم الشعب اللبناني هي الداعم الوحيد للشعب اللبناني وللمقاومة في المنطقة ولذلك الشعب اللبناني يعتمد على هذا الدعم الإيراني أين هي المشكلة في هذا التصريح؟ أنا أرجو أن يكون هناك مشكلة الركيزة الأساسية حينما يقول قالي باف الركيزة الأساسية للشعب اللبناني هي إيران وقائدها ومرشدها يعني وكأن لبنان لا يوجد له أي قاعد يقود أو من هذا القبيل لا ولم يطرح القيادة أو الوضع الدستوري في لبنان مطلقا أنا أتمنى أن يكون هناك مترجم دقيق ومحلف يقوم بإعادة ترجمة كلام قالي باف حتى يتبين لنا ماذا قال قالي باف لأن كل الأمر هو أنه ماذا قال هو لم يقل ما تطرحه بهذا الشكل طيب دعني أسأل أستاذ مكرم رباح يعني هل تصريحات بالفعل تصريحات قالي باف أخرجت عن سياقها وأعطيت هذا الانطباع السيء؟ أولا لنبدأ من فكرة بأن صديقنا من طهران يعرف ما يريده الشعب اللبناني أنا أتكلم بإسمي إن كان الإيراني يقدم ما يقدمه اللبنان فليقف الآن ويتراجع عن هذه التقديمات ويقف بتربيح الجميلة كما يقال إن إيران لا تقدم شيء إلا القتل والدمار وهي تستعمل الدماء العربية إن كانت الفلسطينية أو اللبنانية من أجل المفوضة مع المجتمع الدولي بضاف إلى ذلك إن كانت الدبلوماسية الإيرانية لا تستطيع أن تترجم ما يقوله قادتها هناك مشكلة كبيرة والمشكلة ليس فقط في الكلام أو في النية بل في الفعل نرى بأن إدارة الحالة الصوري الإيراني للمعركة في لبنان والإعاز الذي قام به الإيراني إلى ما تبقى من قادة حزب الله يؤكد بأن هذا الكلام بأن إيران تدعم الشعب اللبناني وتدعم حق لبنان بالمقاومة هو كلام فارغ إن لم نقل نوع من الخداع في آخر المطاف قد برهن الإيراني بأنه لا يكترس للشعب اللبناني ولا يكترس للمليون ونصف لاجئ ونازح من الطائفة الشيعية الذي دمرت منازلهم ليس فقط بسبب إجرام نتنياهو بل بسبب ما لم تقدمه إيران إلا من أسلحة تعود إلى القرن الماضي وكلام فارغ والسياسة لا تقدم ولا تؤخر ما رأيك سيد محمد في هذه النقطة إيران هي تدعم فئة من اللبنانيين ولا تدعم الشعب ككل كما يقول ضيفي وكثيرون ولا حتى تصم الشعب نعم وبالتالي فهي تحاول أن تمرر أجندتها على حساب الدولة اللبنانية يبدو أن أستاذ محمد شريعة مدار لا يستمع إلينا دعني أسأل دكتور سمير التقي يعني عندما نستمع لهذا النوع من التصريحات بالإضافة إلى تصريح سابقا لقالباف حينما قال لفرنسا يجب أن نتفاوض على القرارة 17-01 إلى أي حد هذا ربما استنقاس من دور الدولة اللبنانية وسط على الدولة اللبنانية وفرض الوصاية عليها ما رأيك؟ أولا سيدي تحية لك ولصديق العزيز الأستاذ رباح ولصديقنا أيضا من طهران أعتقد بأن الأمر يجب أن لا نقيسه فقط بالأفعال بل يجب أن نقيسه بالأقوال بل يجب أن نقيسه بالأفعال إيران تتصرف عمليا في لبنان على أنها دولة محتلة وأنه ليس سمة سيادة لبنان بغض النظر عن التصريحات حين يكون أعضاء الحرس السوري يأتون ويقودون عمليات عسكرية في الأراضي اللبنانية تؤدي إلى كارثة دون أن يسأل دون أن يهتم حتى بمصير يعني الحاضنة حاضنة حزب الله بأي شكل من الأشكال إضافة إلى ذلك يعني ينبغي أن نسأل من الذي ورط قيادة حزب الله فيما فعلت إذا كانت فعلته بمزاجها وهي لا تعتمد على إيران فتلك مصيبة والمصيبة أكبر إذا كانت إيران قد عهدت بدعم معين وهذا الدعم لم يأتي هذا هو السؤال الجوهري هذا هذه الكارثة من حسب الحساب الاستراتيجي الذي أدى بلبنان إلى هذا الوضع لذلك إيران تتصرف على أنها دولة محتلة ولها السيادة في العديد من القضايا وهذه التصريحات تأتي لتؤكد بديهيات يعني سبق أن أكد حسن نصر الله سبق أن هذا العديد من القادة اللبنانيين الآن المشكلة الحقيقة هي أن كتلة رئيسية من الشعب اللبناني غالبية الشعب اللبناني تريد مخرجا عن هذا الوضع مخرجا حتى قبل وقف إطلاق النار متعلق بترسيخ سيادة الوطن اللبناني على قضيته في قرار الحرب والسلام ما الذي يدري سيد قليباه بأن الشعب اللبناني يؤيد هذا النمط من العباسية العسكرية والتي تذهب بها قيادة حزب الله الراهنة بدون أي هدف فلنحلل العمليات العسكرية التي تجري قتل إسرائيلي هنا وهناك تم تدمير مدرج طيران هنا وهناك هذا كلام لا يؤثر في شيء ولا يشكل أي مستوى من مستويات الردع بل يسعر الصراع على حساب الشعب اللبناني لذلك أنا ألفت الانتباه لقضية رئيسية بغض النظر عن هذه التصريحات المهينة ولا استدعت الحكومة اللبنانية لاستدعاء القائم بالأعمال الإيراني إضافة إلى ذلك في رأيينا هناك اتجاه رئيسي الآن لنقوف في وجه هذه العملية التي عمليا سلبت الشعب اللبناني سيادته بفرض أنه يريد الانتحار على الطريقة الإيرانية ما رأيك دكتور محمد الضيوفي أو ضيفي على الأقل اتفق في مسألة أن إيران تحتل لبنان لذلك هي تتصرف بهذه الطريقة ثم حتى قبل هذه التصريحات إنبر الكثير من المسؤولين الإيرانيين يقولون ويتباهون بأنهم يحتلون أربعة عواصم عربية وهذا أمر غير ليس جديدا ما ردك على هذا الكلام؟ أولا كلامك عن أن كثير من المسؤولين الإيرانيين انبروا وقالوا أربع عواصم هذا ليس صحيحا مطلقا لم يكن هناك أي مسؤول إيراني قد تحدث عن أربعة عواصم وهذه كذبة إعلامية تم الترويج لها شخص واحد قال ذلك من دون أن يكون له أي مسؤولية يعني لو كررنا هذه الأقاويل وهذه الأكاذيب عشرات ومئات وألاف المرات لن يؤثر ذلك على الحقيقة ولكن دكتور محمد حتى ولو استثنين التصريحات الواقع يقول ذلك يعني الواقع يقول ذلك هناك وجود داخل سوريا وجود في لبنان وجود في العراق وجود في اليمن وبالتالي الواقع يعني يصدق هذه الأقوال أولا هذه الأقوال هي أقوال كاذبة أعود وأكرر لم يقل أي مسؤول إيراني ذلك أتحدى أحدا أن يأتي بقول واحد لمسؤول إيراني طال ذلك أما الواقع إيران لا توجد مطلقا في اليمن القوات الإيرانية أو المستشارون الإيرانيون في سوريا وفي العراق كانت حاضرة بطلب من الحكومتين الرسميتين في هاتين الدولتين في لبنان أيضا لا توجد القوات الإيرانية يعني خلينا الواقع أيضا يكذب ذلك أما بالنسبة للشعب اللبناني وأغلبية الشعب اللبناني وما قيل عن القتل وما إلى ذلك يعني لا استؤدري من خول الضيفين الكريمين أن يتحدث باسم الشعب اللبناني يا أخي آخر ما حصل على الساحة اللبنانية مؤتمر معراب اثنين الشيعة كانوا غائبين كليا الدروز كانوا غائبين كليا السنة كان تمثيلهم ضعيفا جدا حتى المسيحيون لم يكنوا ربما 50% من المكونات المسيحية كانت حاضرة هذه صورة الوضع اللبناني والقوى السياسية اللبنانية التي تمثل الشعب اللبناني وهذه آخر مبادرة هذا الكلام هو تضليل نحن لا نتكلم عن العملية السياسية فقط نحن نتكلم عن الأفعال نتكلم عن تنظيم مسلح بالنهاية هذه الأحزاب وتدمير سوريا لا 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 أولا اسمح لي أن أكمل اسمح لي أن أكمل كلامي أنا لم أقاطعك أنا لم أقاطعك لا أسمح لك أن تقاطعني لا أسمح لك أن تقاطعني فضلت دكتور محمد أنا كنت بصدد الحديث أنا كنت بصدد الحديث أنت تقوم بالتضليل سأعود إليك سيد مكرم سأعود إليك لترد عليه سأعود إليك أنا من ينظم الحوار هنا تفضل دكتور محمد سأعود إليك سيد مكرم أنا كنت بصدد أنا لم أكن بصدد الحديث عن الحرس الثوري أنا كنت بصدد أن أقول إن ما يطرحه الضيفين الكريمين هو نعم رأي جزء من اللبنانيين وليس كل اللبنانيين مثالا على ذلك ذكرت مؤتمر معراب 2 الذي يمثل القوى السياسية والقوى السياسية تمثل الشعب اللبناني أنا تحدثت عن آخر ما حدث على الساحة اللبنانية المشكلة ليست في الدبلوماسية الإيرانية وترجمة كلام قالي باف المشكلة في تحوير هذا الكلام يمكن أن تقول الداعم تسميه الركيزة فيتغير الموقف أما بالنسبة لطبعا الدعم لحزب الله أو للمقاومة لا يعني التدخل في القرار إذن بهذا الأسلوب الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول عن كل الجرائم التي تجي في المنطقة لأنها الدعم الأساسي لهذا الكيان طالما أنها الدعم الأساسي لماذا لا تعلن الحرب بشكل صريح على إسرائيل وتساند لبنان؟ لماذا تتركه في محنته الآن؟ إيران تساعد محور المقاومة وتساعد فصائل المقاومة والوحيد في الميدان على الساحة اللبنانية هو المقاومة لا يعني للأسف القوى الغربية لا تسمح لأن يكون الجيش اللبناني جيشا قويا لا تزوده بالسلاح الذي بإمكانه أن يتصدى للحملات الإسرائيلية أين هي إيران؟ يا أخي إذا إيران لا تتدخل وأنتم تقولون أنها تتدخل وتحتل لبنان إذا كانت إيران تحتل لبنان لماذا تسألني أين هي إيران؟ إذا لم تكن موجودة لماذا تقول إيران تحتل لبنان؟ ما هذا التناقض في الخطاب الإعلامي؟ المتلقي لهذا الخطاب الإعلامي يفهم كل ذلك من جهة تقولون أن إيران تحتل لبنان ومن جهة تقولون أين هي إيران؟ كيف يمكن أن نلفق بين هذين الخطابين؟ طيب سيد مكرم تفضل طبعا البعض من اللبنانيين يقولون أين إيران؟ حينما يعني الآن يبادل جنوب اللبناني إيران بمنع عن نفسه حتى أنه البارحة المسيرة الإسرائيلية التي أطلقت إلى منزل نتنياهو نعت بسرعة إيران عن نفسها وألسقتها بحزب الله صحيح وهذا دليل واضح على ما نتهم به إيران بأنها في هذه المرحلة بالذات محاولتها استعمال أسلحة أكثر دقة هي مجرد للمفوض وهنا أنا أتكلم باسم الشعب اللبناني ومن ضمنهم أهلنا الشيعة الذي تشردوا لأن المشكلة الأساسية في طرح إيران وأن كنا نحن كما يدعي صديقنا من طهران أعذاء لإيران لنقول أن الأستاذ نبيه بري هو حليف إيران أنا لم أقل أنت عدو لإيران لم أقل أنك عدو لإيران أنا لم أقل أنك عدو لإيران أن أتى من إيران أو أن أتى من إسرائيل أو أن أتى من المرين أنت تقولوني أنا لم أقل عزيزي أنت تقولوني أنني قلت أنك عدو لإيران أنا لم أقل ذلك أنا ما زلت على قيد الحياة ويمكنني أن أتحدث سأعطيك حق الرد بعد قليل سيد محمد نحن لم نعرف ما هو الطرح الإيراني فيما يتعلق بأي شيء سياسي غير استعمال السلاح والقوة والقتل عندما قأت عرقجي إلى لبنان لم نرى بأن الإيراني قدم نوع من الحلول السياسية بل على العكس نرى بأنه يحمل الدولة اللبنانية وحتى حلفائهم من نبيه بره وحتى ميقاتي هذا الثقل ولا يساعدهم في الانتقال أو كما يطلق عليه بالإنجليزية ما هو الحل النهائي لفرض وقف اطلاق نار ولا حتى بشروط إيرانية هذا الكلام المهدوي الذي يقول بأن الحسم هو للميدان وهذا الكلام بأنه في الآخر سينقصر هذا المحور لأنه الله إلى جانبه هو كلام لا يأخذ بعين الاعتبار محنة الشعب اللبناني وأكثر من ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار ما هي المرحلة الانتقالية ما بعد انتهاء الحرب وهي بالنسبة لي كمواتن لبناني أهم بكثير من فقط وقف اطلاق النار إن كان لبنان سيستمر بهذا الفراغ وفي العزلة الدولية والعربية ستكون إيران مساهم بشكل مستمر بقتل الشعب اللبناني قام قتلت الشعب السوري وهناك ملاحظة فلننسى الشعب اللبناني لنقول هناك كما يقول الدكتور محمد وهو يعرف كل مشاكلنا الداخلية ويحاول أن يقول بأن ليس هناك من اتفاق هناك اتفاق بأننا نريد وقف اطلاقنا بكل أطرافنا ولكن في سوريا نرى بكل الأطراف بما فيها الأشخاص الذين يقولون بشار الأسد يشمتون من الإيرانيين ومن حزب الله لأنهم يعتبروا بأن إيران قامت بتدمير سوريا حتى لو سوريا كانت تحت حكم بشار الأسد وحافظ الأسد وهذا شيء يجب أن ينظر إليه الإيراني ويعيد تقييم علاقته مع العرب ولكن أنا برأيي وبكل محبة هذه النزعة الشعوبية عند بعض الأشخاص في إيران لمنعهم من مقاربة هذه المنطقة بنوع من الصداقة والمحبة دكتور سمير فيما يتعلق بالتفاوض الآن الذي يجري هوكستين سيكون في لبنان الاثنين يبدو أن في جعبته الكثير ربما تعديل القرار 17-01 ماذا تريد واشنطن من وراء هذا القرار وهل سيكون هناك تفاوض مع الجانب الإيراني أم الدور الإيراني بالنسبة لواشنطن انتهى في هذه المرحلة نعم سؤال هام جدا في اعتقادي بناء على تصريحات بايدن أستطيع أن أقول بأن القضية الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي إنهاء الوضع الشاز لإيران ولحزب الله فيما يتعلق بالدولة اللبنانية وبالتالي فأن التحول الذي يجري تدعمه الولايات المتحدة على خلاف نسبي مع فرنسا التي تريد تثبيت الأوضاع كما كانت دائما كالجمر تحت الترب وبالتالي في اعتقادي لذلك نحن شاهدنا هناك توافق ألماني بريطاني أمريكي حول هذه التوجهات لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى مبادرة تقوم بها النخب اللبنانية في اتجاه تغيير المسار المعروف بأن الآن يأتي ضباط عسكريون من كبار الضباط للحرس السوري ويقودون عمليات عسكرية بدون فلنقول أن سوريا استدعت الإيرانيين ولكن لبنان هل الدولة اللبنانية استدعت ضباط الجيش الحرس السوري لكي يقوموا بهذه الحرب بدون رأي الحكومة اللبنانية هل تؤيد حكومة اللبنانية قرارات حزب الله الآن بما يجري على الإطلاق فإذا هذا انتهاك صارخ عملي وليس له علاقة بتصريحات بالسيادة وهذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدله فليكن سيكون حزب الله بشكل جاءنا بابنا مكون رئيسي من مكونات المجتمع والسياسة لكن هذا أولا الإنكار الإيراني لعبة الإنكار انتهت سادتي لعبة المزدوجة نقول شيء وعمليا ما يجري على الأرض يختل هذا انتهى ولذلك هذا ما تريد أنها هو الولايات المتحدة الأمريكية وهذا واضح ليس فقط من تصريحات بايدن ولكنه واضح أيضا من تصريحات وزير الدفاع والآن لا يوجد خلافات بين التوجهات الأمريكية والإسرائيلية فيما تعلق بالتعديلات المتعلقة بـ 17.01 يعني 17.01 قد لا يجري تعديله بقرار جديد مجلس الأمن لكن هناك لائحة أنفيزية يمكن أن تتضمن ضبط السلاح تماما احتكار الدولة اللبنانية للسلاح منع المعامل تصنيع الأسلحة وقف التهريب من سوريا إلى آخرين كل هذه القضايا أصبحت جزء لا يتجزأ بما فيها هناك لا تزال قضية خلافية بما فيها قضية أن إسرائيل تبقى لتقول بأنها تريد أن تبقى قادرة على التدخل في حال نشوء مخاطر جديدة على عكس النفاق المتبادل بين إسرائيل وحزب الله حول تطبيق 17.01 هناك تبادل اتهامات ولكن حقيقة الأمر أن عدم تطبيق 17.01 من قبل الطرفين هو الذي أدى بنا إلى هذه الكارثة دكتور محمد ما رأيك طالما أن إيران تقول أنها تدعم الشعب اللبناني هل ستدعم القرار الدولي وبالتالي تعطي للدولة اللبنانية سيادة زمام الحرب والسلم وبالتالي فرض الجيش على الجنوب هل ستدعم طهران هذه الخطوات باعتقادك؟ أولا الموقف الإيراني هو أن إيران مع الوفاق اللبناني هذا ما طرحته إيران منذ القديم أنا أتذكر أنني جئت مع الوزير متكي في 48 ساعة التي أعلن فيها الكيان الإسرائيلي وقف إطلاق النار وسط حرب تموز وتم اللقاء بالسانيورة وبوزير الخارجية وبالرئيس بكل المسؤولين اللبنانيين وكان التأكيد منذ ذلك الوقت وحتى قبل ذلك الوقت أن إيران مع الوفاق اللبناني بالنسبة لموضوع الوفاق اللبناني سيادة اللبنانية قرار 17-01 يعني أن يأخذ الجيش اللبناني زمام الأمور بيده وليس لأي جهة مسلحة سأصل إلى 17-01 الوفاق اللبناني يعني ما يتم التوافق عليه من قبل كل المكونات اللبنانية أنا أتمنى أن تكون لعبة الإنكار والإزدواجية قد انتهت حقيقة أتمنى ذلك يعني من جهة تقولون أنه لماذا تتحدث إيران عن 17-01 وهي لم تتحدث أصلا يعني السيد قليباف لم يتحدث عنها المصادر الأخرى تقول غير ذلك والطرف اللبناني قبل بالتوضيح الإيراني وما زلنا نكرر نفس الأسطوانة يعني طالما أن رئيس الوزراء اللبناني ووزير الخارجية اللبناني أنهوا الموضوع نحن ما زلنا نكرر يعني هذه حقيقة أتصور أن لعبة الإنكار والإزدواجية في الوسط اللبناني يا سيد محمد يعني أثار الجدل لذلك نناقشه إذا كان رئيس الوزراء ووزير الخارجية ما يقال في الشارع نتكلمه الآن إذا كان رئيس الوزراء إذا كان رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللبناني إذا كان يمثلان الموقف الرسمي اللبناني فموقفهم واضح بالنسبة لـ 17-01 يقولون لماذا إيران تقول ذلك ثم يسأل الضيف اللبناني الأستاذ رباح أن ما هو الطرح الإيراني وكيف إيران تريد أن أيضا هناك تناقض في هذا الكلام بالنسبة للشعب السوري ومجرات في سوريا ليس موضوع برنامجنا يمكن أن تعد برنامجا في هذا المجال وأنا سأتحدث عنه يا أخي 17-01 تم المصادقة عليه في 2006 يعني منذ 18 سنة ولم يطبق هذا القرار هل في كل هذه 18 سنة إيران كانت تمنع ذلك بسبب إسرائيل وإيران هذا ما يقوله بعض اللبنانيين هذا أولا هذا أولا لا اسمح لي هذا أولا ثانيا حينما كان لبنان يتمتع بحكومة دستورية دائمة لم يتم تطبيق هذا القرار اليوم الحكومة هي حكومة تصريف أعمال قرار الحرب والسلم الإخوة اللبنانيون يعرفون أحسن مني وليس فقط في لبنان وإنما في كل الدول هذا جزء من القانون الدستوري قرار الحرب والسلم لا يمكن أن تتخذه حكومة تصريف أعمال اليوم من يمثل الحالة طبعا أنا أتحدث كخبير الآن لا أتحدث كدبلوماسي سابق اليوم من يمثل الحالة الدستورية في لبنان هو البرلمان اللبناني ليس إلا بالإضافة إلى ذلك أن إسرائيل هي التي لا تريد تطبيق هذا القرار منذ اليوم الأول لم تكن تريد ذلك وفي هذه الأيام أعلنت ذلك لماذا؟ لأن قرار سبعة عشر صفر واحد يقضي بأن يتراجع الجيش الإسرائيلي سبعة كلمتر خلف الحدود اللبنانية الفلسطينية وهذا ما لا يمكن أن تقوم به إسرائيل لذلك حينما يحتل لبنان وحينما يتطرق ويخضع لبنان لكل هذه الهجومات بدل أن نتحدث عن الجهة المحتلة الجهة التي تقوم بكل هذه الجرائم الجهة التي تخترق الأجواء اللبنانية في كل لحظة نأتي ونتحدث عن إيران أنها تخترق السيادة وتحتل لبنان ما هذا الخطاب؟ نقطة جيدة هذه الدكتور محمد مهدي شريعة مدار وأسأل الأستاذ مكرم رباح يعني من يعرقل هذا القرار من يخترق السيادة اللبنانية هي إسرائيل وليس حزب الله وبالتالي هي المتسببة في وصولنا إلى هذه الحالة قبل أن أجاوبك على هذه النقطة هناك شيء لفتني في زيارة عرقجي الأخيرة عبر السنوات لاحظنا بأن الإيراني عادة يتكلم عن لبنان كاللبنان الوطني ولا يتكلم بخطاب مذهبيا ولكن في زيارة الأخيرة عرقجي لفتني بأن أتكلم عن شيعة لبنان فجأة هذه البطنية في الكلام الدبلوماسي والكلام المعصول بأن إيران هي إلى جانب الشعب اللبناني وأنا هنا لا أتكلم عن الشعب الإيراني والشعب اللبناني أتكلم عن حكومات أتكلم عن نظام إيراني والحالة الثوري وحزب الله رأينا هناك اختلاف تام بهذا التغيير الفكرة الأساسية هنا للانتقال إلى 1701 1701 كان اتفاق وقف اطلاق ناو أو هدنة بين إيران وبين إسرائيل في جنوب اللبناني وتمطعت هذه المنطقة بنوع من استقرار بين إيران وإسرائيل لا إيران وإسرائيل عبر حزب الله بين إيران وإسرائيل كانت سنة 2006 لأستمر بنقطتي هذا قرار دولي لماذا تتحدث عنه بهذه المساطر قرار دولي ما دخل إيران بهذا القرار خلينا نستمعي لها يقول القرار بين إيران وإسرائيل ما حكي أعدي وجهة نظر وبعدين أعلق عليها سجلها دونا يا دكتور يا أخي شو وجهة نظر هذا قرار دولي لا يخدع لوجهة النظر هذا قرار دولي لا يخدع لوجهة النظر لا لا هو يتحدث لك عن ما ورع هذا القرار هذا القرار في آخر المطاف قد برهن بأن حزب الله عبر تحويل هذه المدن والقرى وهنا لا أبرر أنا ما يقوم به الإسرائيلي ولكن أنا كمواطن لبناني لن أسمح في المرحلة القادمة بأنني ستستعمل أموال المجتمع الدولي وأموال دفعي الضرائب اللبنانية يتم تحويل بيوتنا وأن نزلنا إلى مخازن الحلسور الإيراني وهذا شيء لن يحصل في المرحلة الماضية كان يعتبر الإيراني بأنه يستطيع أن يستعمل هذه القوى الردعية لوكلائي في المنطقة وعلى رأس حزب الله لمحاولة تطويق إسرائيل ما حصل بعد 7 أكتوبر لغى كل هذا الكلام والمشكلة الأساسية هنا بمقاربة حزب الله والحلسور الإيراني وإيران هي بأنها تريد أن تحصل على نفس المغانم التي حصلت عليها سنة 2006 سنة 2024 وهذا شيء استثامي غير منطقي عليهم أن يعترفوا بأنهم ورّتوا المنطقة بنوع من حفلة جنون إن كان عبر مقام به السنوار أو مقام به حسن نصر الله وهلاء الأشخاص قد دفعوا حق مقام بهم دما في المرحلة القادمة لن يكون هناك سلاحا للحاس الصوري في لبنان لو أتى هذا الشيء على تدمير كل لبنان لن نسمح باستمرار هذا الاحتلال الإيراني للبنان ونقطع على السطر دكتور سامير طالما أنه توجه الآن الأمريكي بنزع سلاح الحزب وحتى هوكستين تحدث عن هذه النقطة من خلال تعديد القرار أيضا سبعتاش سفر واحد هل سنشهد في المرحلة المقبلة دعم للجيش اللبناني هل سوف يعطى السلاح الحقيقي للبنان كدولة لتدافع عن نفسها أم سيبقى العمر مثل السابق وهو دولة من دون جيش قوي ليحمي حدودها وسيادتها لأن هذه هي النقطة التي دخل منها حزب الله لأنه يقول لك لا يوجد جيش وبالتالي من حقي أن أدافع عن لبنان تفضل نعم سيدي أنا أضرب مثال مصر يعني مصر الآن لديها جيش متطور متقدم بدعم أمريكي قادر على حماية المصالح الوطنية المصرية وقادر عن الدفاع عن البلاد وهذا مثال جيد جدا من قبل دولة حاليا هي في حالة سلام كامل مع إسرائيل وبالرغم من عدم موافقته على كل ما تقوم به إسرائيل في غزة فإن ذلك لم يمنع من أن الجيش يبقى قادرا عن الدفاع عن المصالح الوطنية المحددة لمصر أعتقد أن مثال من هذا النوع يمكن أن ينطبق على لبنان بغض النظر عن قضية الوضع الإقليمي وتحرير فلسطين وكل هذا الكلام الذي ثبت بأنه ليس سوى توريط ففي اعتقادي بأن الجيش اللبناني قادر وهناك نوايا جدية الآن من أجل تمكين هذا الجيش ولكن قبل كل شيء أن يكون هذا الجيش مدعوما باتفاق سياسي وطني شامل يقوم على أن قرار الحرب لن يأتي من الخارج بأي حال من الأحوال كما كان يتم في مراحل معينة من حيث تحديد سلوك هذه القطع العسكرية اللبنانية أو تلك وبالتالي الآن في اعتقادي الجيش والعمود الفقري الرئيسي لصيانة السيادة اللبنانية وهناك نقاش جدي ويجري التحديث حتى بالأرقام وبالقطع العسكرية وبإلى آخره من أجل تمكينه ليس فقط للوقوف ومنع حزب الله من التواجد جنوب الليطاني بل أن يفرط سيادته ليحتكر السلاح ويحتكر العنف والقوة داخل المجتمع اللبناني بما يسمح بعودة نوع من سيادة القانون دعوني ضيوفي أذهب للتطورات الميدانية في لبنان طبعا تشهد الضحية الجنوبية لبيروت في هذه الاثناء غارات وقصف إسرائيلي عنيف الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مباني في البقاع والضحية الجنوبية بإخلائها وللمزيد حول كل هذه التطورات معنا من محيط ضحية بيروت الجنوبية مفدنا عماد الأطرش عماد ضعنا في صورة ما يجري نعم سامي قبل دقيقتين من الآن يعني سقط صاروخ على الضحية لا نعلم تحديدا أين هو تعلم العتمة تلف الضحية الجنوبية لبيروت سكانها غادروها منذ فترة طويلة لم نرى سحبا للدخان تتصاعد من المكان الذي سقط فيه الصاروخ ولكن هو الصاروخ الثاني بعد صدور التحذيرات من الجيش الإسرائيلي قبل ثوان من الآن أيضا أعلن حذر المتحدث باللغة العربية للجيش الإسرائيلي منطقة شويفات تحديدا حي العمروسي في منطقة شويفات الشويفات ليست من ضمن الضحية الجنوبية هي على أطراف الضحية الجنوبية عند المدخل الجنوبي لمدينة بيروت حذر السكان أو من يقتم بالقرب من أحد المباني في هذا الحي حي العمروسي في أشويفات ودعاهم إلى ضرورة الابتعاد نحو 500 كالعادة 500 متر عن هذا المبنى قبل ذلك كان حذر يعني ذكر أربعة مباني داخل الضحية في حرة حيك تحديدا ويعني كما هو معتاد دعا السكان إلى الابتعاد عن هذه المباني علما أن طبعا سكان الضحية الجنوبية قد غادروها منذ فترة طويلة منذ أن قامت إسرائيل بتوسعة الأعمال العسكرية وحربها على لبنان إذن حتى الآن أحصينا صاروخين سقطا على منطقتين مختلفتين من الضحية الجنوبية تعلم بأن التحذيرات كانت صدرت بأن مؤسسة القرد الحسن ستتعرض يعني مكاتبها إلى أهجمات إسرائيلية سيقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافها نذكر بأن مؤسسة القرد الحسن هي مؤسسة مالية تابعة لحزب الله لها العديد من المكاتب في الضحية الجنوبية في بيروت في البقاع في مناطق أخرى أيضا في الجنوب اللبناني طبعا عدد كبير من القرى فيها مكاتب لمؤسسة القرد الحسن هي عمليا البنك المصرف لحزب الله وهو يعمل خارج إطار المؤسسات المالية للدولة اللبنانية علما أنه من الواجب التذكير أيضا سامي أنه قبل نحو أسبوعين تقريبا أو قليلا اغتالت إسرائيل عندما استهدفت شقة سكانية في منطقة جناح القريبة جدا من الضاحية وهي ضمن الضاحية على ما أعتقد محمد حسين محمد جعفر قصير وهو مسؤول يقال بأنه المسؤول المالي ومسؤول العلاقات مع دولة إيران مع الجمهورية في إيران خاصة في القطاع المالي بالإضافة طبعا إلى أنه من نحو عشرة أيام تم استهداف وفيق صفا في غارتين على حيين ويري والبسطة في العاصمة اللبنانية بيروت ويعتبر وفيق صفا هو مسؤول وحدة الارتباط والتنصيق وله أيضا مسؤوليات مالية ضمن إطار حزب الله سامي مفدنا عماد الأطرش من محيط ضاحية بيروت الجنوبية شكرا جزيلا لك دكتور محمد مهدي كنا نتحدث عن مسألة أنه الآن هناك دعم للجيش اللبناني لتفرض الدولة اللبنانية سيادتها على القرار وكل هذه الأمور إلى أي حد يمكن أن تنخرط طهران في هذا المشروع وبالتالي كل الأموال التي كانت توجه لحزب الله توجه إلى الجيش اللبناني لدعم الدولة اللبنانية من أجل بسط سيادة القرار هل يمكن أن تنضي طهران في هذا النهج برعيك؟ أولا أود أن أشير إلى نقطة ماذا حققت مصر بعد عملية السلام واتفاقية السلام التي أبرمتها؟ تم التنمية والازدهار الاقتصادي في مصر وما إلى ذلك أنا أتصور أنه لم يحصل كل ذلك الآن اليوم في هذه اللحظة أنا أطرح سؤال إذا قرر الكيان الإسرائيلي أن يقوم بهجمات ضد الأراضي المصرية لأي سبب كان؟ ماذا ستكون النتيجة برأيكم؟ هذا سؤال يعني اليوم مثلا إذا فتحت مصر معابر رفح فرضا وإذا قرر الكيان الإسرائيلي خلينا نكون واقعيين يا أخي وإذا قام الكيان الإسرائيلي بمهاجمة مصر ماذا ستكون النتيجة؟ لا نتحدث عن أن مثلا الجيش اللبناني كذا والجيش المصري كذا طيب جاوبنا على السؤال يا دكتور محمد الكيان الإسرائيلي هو غد نعم نعم سأجاوب الكيان الإسرائيلي غد سرطانية مزروعة في هذه المنطقة والمطلوب أن يكون المتفوق على جميع دول هذه المنطقة الأراضي اللبنانية مستباحة إسرائيليا طيب طالما أنه غد دعم الجيش اللبناني يا أستاذ محمد سأقول ذلك أولا يعني إيران مع الوفاق اللبناني لو اتفق اللبنانيون على أي صيغة إيران لن تعارض ذلك ولا يمكنها أن تعارض ذلك هذا أولا ثانيا سبق وأن طلبت أو طرحت إيران أن تقدم الدعم والسلاح للجيش اللبناني وتم رفض ذلك لأن الأمريكي لا يوافق على ذلك لأن الأمريكي لا يريد أن يكون الجيش اللبناني جيشا قويا حتى يتمكن من مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ونحن نتحدث عن الاحتلال الإيراني أنا عبر منبركم هذا أقول إذا كان لبنان مستعدا أن يتلقى الدعم العسكري الإيراني أتصور قراءتي للموقف الإيراني أنا لست مسؤولا في الحكومة الإيرانية ولا أعبر عن الموقف الرسمي الإيراني لكن قراءتي للموقف الإيراني أن إيران على استعداد كامل لدعم الجيش اللبناني وتمكينه من الوقوف بوجه الإجرام الإسرائيلي آخر ما أود أن أقوله أنا على ارتباط بموعد آخر أتمنى أن تسمح لي أن أغادركم طبعا مع الاعتذار ومع الشكر شكرا جزيلا لك دكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني كنت معنا من طهران أستاذ مكرم طبعا نتحدث عن مقاتي الذي كان قد استدعى السفير أو القائم بالأعمال الإيراني المرة السابقة هل يمكن أن يتطور الموقف يعني منذ الإساءة الآن لما قاله قالي باف الإساءة للشعب اللبناني هل يمكن أن يتطور موقف الدولة اللبنانية تجاه إيران برعيك أعتقد أن هناك إمكانية لتعايات الصقف أكثر أعتقد أن هناك كانت فرص عديدة للدولة اللبنانية أن تمارس سيادتها ومنها عندما حدث انفجار البيتجر كان هذا البيتجر بحوزة سفير إيران في لبنان وهذا خرق كبير للسيادة اللبنانية ليس هناك من شيء يبرر أن يكون سفيراً لدولة صديقة بين قوسين يملك جهاز يتواصل فيه مع ميليشيا وحتى لو نحن نعرف بشكل واضح أن هذه الميليشيا تحصل على تمويل من إيران كما يقال بالإنجليزية ما يقوم به الآن ميقاتي أو أي أركام من الحكومة اللبنانية لن يقدم ولن يؤخر لأن المشكلة الأساسية بأن النظرة المعنوية للدولة اللبنانية من قبل الشعب اللبناني ومن قبل المجتمع الدولي لا تليق بدولة تنتمي إلى القرن الـ 21 شكراً جزيلاً لك أستاذ مكرم رباح الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت وأشكر من واشنطن الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور سمير التقي شكراً لك